انا بهنى الشعب المصري عاماتا والاخوة الاجباط بخاصة بالعام الميلادي الجديد كل عام والاخوة الاجباط بخير والشعب المصري بخير وتمنى عام القادم ان شاء الله عام 2023 ان يعمل خير والنماء على مسارنا حبيبة وان يستكمل سيادة الرئيس على فتاح السيسي مبداهم من انجازات ومشاريع املاقة على ارض مصر واتمنى ان شاء الله نشهد الكثير من المشاريعات والانجازات على عرض مسارنا حبيبة في عهد الرئيس على فتاح السيسي وان شاء الله ستشهد مصر في الفترة القادمة حالة من الرخاء وان شاء الله والتقدم والرقي على يد رئيس على فتاح السيسي وكل عام وانتم بخير نتمنى ان بلدنا العظيمة مصر ام الدنيا زي ما تعودنا طبعا ان دائما تبقى في تقدم والظهر الوقي ومن نشهد من خلال هذا البرنامج ومن خلال التلفزيون المصري سيادة الرئيس على فتاح السيسي باستكمال جميع مشروعاته ونتمنى مصر تتقدم على تحت رعاية وقالات الرئيس على فتاح السيسي منهن الشعب المصري بالعام الجديد ولاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد ونتمنى المزيد من الخير والتقدم لمصر في عهد الرئيس على فتاح السيسي وربنا ينصره ويحفظ على مصر تلاتة وعشرين ان شاء الله نتمنى ان نكمل انجازاتنا بقيادة الرئيس على فتاح السيسي ودايما في الظهار ان شاء الله والسنة الجاية تبقى احسن من السنة الجاية ان شاء الله نبتدي نجني بصراحة يعني احنا الراجل يعني بيشتغل وبيشتغل جامد وان شاء الله بقى نبتدي نجني يعني اتمنى ان شاء الله نبتدي نجني في السنة الجاية بإذن الله ويبقى ان شاء الله العام الجاية احسن واحسن بإذن الله ويبقى مستقبل احسن لأولادنا بإذن الله كل التحية والتقدير لحضراتكم معزل المشاهدين وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة او مكاسب وهي بيسعدنا الارتقى حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب بنستعد لاستقبال عام جديد وتوديع عام مضى ونستعد ايضا للاحتفال بهذه السنة الجديدة وايضا الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام في محبة دائمة ووقام دائم بين الشعب المصري دائما تتجاور الاعياد ونحتفل ونهنئ بعضنا البعض وفي هذا المجال بأثمن تهنئة فضيلة الامام الأكبر فضيلة الامام الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بتقديم التهنئة للاخوة المسيحيين فهم شريك في هذا الوطن وحق لنا تهنئتهم كما هم يقومون بالتهنئة والمشاركة في كل الاعياد الإسلامية هنتكلم النهاردة عن الفن والتراث القبطي والإسلامي الفنون المصرية الحضارة المصرية دور المجتمع المدني كمان في تعريف الأجيال الجديدة بتراثهم الحضاري والفني بسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء المهندس سامي متري رئيس جمعية محبي التراث القبطي أهلا بحضرتك وسعد أبو جودك معنا في هنا ماس بيرو أهلا بكم يعني فلسفة الاحتفال بالعياد عند المصريين بنجد في بهجة وسعادة وحب عند الاحتفال بالعياد العياد الإسلامية المسيحية بنلاقي في أيام المولد النبو الشريف المسيحين يشتروا حلوى المولد ويقوموا بتهنئة المسلمين أيضا في عيد القيام المجيد في عيد ميلاد السيد المسيح والسيدة العذراء التي لها مكان كبير جدا عند كل المسلمين ولها آية في القرآن الكريم اسم صورة مريم أعتقد لنا خصوصية كشعب مصري في هذا المجال بشوانتس تمام بداية بحب أشكر يعني التلفزيون المصري والقناة التانية وهذا البرنامج خاصة على استضافة يعني الموضوع الجميل اللي احنا بنقترب من بداية عام جديد والحقيقة المصري يعني احنا في العياد كده بنبقى حسين احنا كده لحمة واحدة ان المصري القديم كان بيحتفل بمجموعة كبيرة جدا من العياد فنجد ان هو كان فيه عياد رسمية من ايام ميناء صحيح ملك ميناء موحد قطرين كان عامل عيد توحيد القطرين ميناء وكان فيه عياد محلية في المحافظات زي ما بنلاقي عندنا عيد رسمي كبير في تلاتين ستة كل الشعب بيحتفل عندنا عياد في المحافظات صحيح النهاردة في عيد الفلاحين في عيد الشرطة في كده عندنا عيد الفلاح عيد العمال تمام كل فقات المجتمع كل فقات المجتمع عندنا كانوا بيحتفلوا باعياد دينية لما كان بانتهى الهرم الهرمات الكبيرة بتاعاتهم كان يحتفلوا بانتهاء كده النهاردة عندنا بنحتفل باعياد دينية مسيحية وإسلامية صحيح شامل نسين بنحتفل بيجي جميعا ده بقى العياد بقى نيجي بقى للأعياد الزراعية كان في الخريف بقى اللي هو كان بداية السنة اللي هو عيد النروز النهاردة اللي هو بداية السنة القبطية السنة القبطية هي السنة المصرية القديمة بس ايه ترحيل يعني هي نفس الشهور ونفس كل حاجة في الربيع كان يحتفل بشام نسيم دي كانت العياد اللي ماشية مع الزراعة كان عنده بقى الأعياد بتاعة الانتصارات وما زال عندنا احنا انتصار أكتوبر بنحتفل بعيد في الأعياد الدينية فعندنا هذا التراث الجميل المصري القديم استمر في العصر القفلي واستمر في العصر الإسلامي بعروس المولد بذات الفاطمين حلوة المولد هم اللي شجعوا هذه الأعياد المستمر والغاية النهاردة بنحتفل بنفس هذه الفئات السبعة اللي كان بيحتفلوا بيها حاجة جميلة في جناتنا العيد الحقيقة مصدر فرحة مصدر تجديد فكان المصري يعتبر أنه بيجدد حياته وبيفرح ونقلنا كل ده للعالم احنا أول ناس عملنا التقويم فعملنا الأفراه عندنا في الجانب الديني مثلا في الكنيسة الكنيسة كل يوم في عيد كل يوم كتب الكنيسة هتلاقي أن في عيد خديسة أو عيد كنيسة أو عيد أحد الأباء البطاريكة أو كده الشعب كله ربنا خلقنا عشان نفرح محبين للعياد الشعب المصري نحن محبين للفرحة بالزبط بالزبط فمن يعكر صف وهذه الفرحة كلنا نقف ضده ونلفظه آه مش قادرين بنحس أنه مش إحنا صحيح حد تاني صحيح طيب عاوز يعني برضو أكمل محاياك فيها هذه النقطة ونتكلم على أهمية تعريف الأجيال الجديدة بترسهم الحضاري والفني ونتكلم أيضا على علاقة الفن القبطي بالفنون اللي سبقيته منذ عهد الفرعنة وعلاقته بالفنون التي تلت تلت العصر القبطي أو الفن القبطي وهو الفن الإسلامي اللي بنجد فيه تمازج وأحيان أشكال متشابهة والفنون وقدم من بعض كلها الحقيقة هنا كجمعية محب ترسه القبطي شعارنا الأساسي هو تنمية الوعي بأهمية الترسه القبطي في علاقته بما قبله من ترسه مصري قديم وما بعده من ترسه إسلامي وحديث إحنا حاسين أن دول كلهم مرتبطين ببعض يعني دي مهمة أساسية من مهم الجمعية أو هدف أساسي ده الهدف الأساسي ده الهدف الأساسي اللي بدور حواليه كل الأنشطة يعني فيه وسائل بقى ممكن الوسائل نحن نعمل ندوة ممكن نعمل حفلة موسيقية نتكلم على الوسائل بس نتكلم على الفلسفة أو الهدف الهدف الأساسي فالهدف الأساسي أنه هنمي الوعي سواء في الأجيال الجديدة أو حتى في الأجيال اللي هي أكبر سنا اللي النهاردة ممكن حاسة أن لها دور في المجتمع عن طريق المجتمع المدني المجتمع المدني اللي هي يعني خد دفع غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي صحية ويمكن السنة دي عامل مجتمع المدني عامل مجتمع المدني صحية وبعدين الحقيقة كان فيه مخالقة قريبة في الأرامل الدكتور سامح فوزي كان بيكلم فيه أنه الصديق العزيز سامح فوزي ومكتب تسكندرية بقى بنوجه له تحية بنوجه له تحية من هنا كان بيقول أن عام المجتمعين صاحبي ينتهي خلال أيام قليلة إنما ده دفعة عشان السنين الجاية ناخد الدفعة دي ونكمل بيها في إسراء الحياة المدنية ودور الشعب فيها صحيح يعني تخصص عام 2022 من قبل فخامة السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون عاما للمجتمع المدني هي مش مقصورة أن احنا نمارس أنشطة أو وعي زيادة في عام 2022 فقط ولكن زي ما بيقول صديقنا سامح فوزي كده هي دفعة للعمل فيما بعد من أعوام إن المجتمع المدني له دور كبير جدا وأعتقد أن المسلس التنمية لا يكتمل إلا بوجود المجتمع المدني يعني الدولة المصرية القطاع الخاص المجتمع المدني دور مسلس التنمية في أي دولة تسعى للنهوض تمام تفضل الفن نيجي بقى للفن والحضارة وكده نلاقي إنه المصر القديم كان عنده عبادات جميلة جدا وكان بيمثل كل ده الفن بتاعه كان الحمد لله نباقل إنه كان بيبقى على الجدران المعابد بساعدنا بلاقي إنه في حاجات كتيرة جدا مرتبطة بقى في الفن ده موجودة في الفن القبطي بعد كده وفي الفن الإسلامي بعد كده بنلاقي إنه لأن الحضارات كلها بتاخد وبتكمل بعضها فبنلاقي إنه تملي فيه هذا التماذج وهذا التنوع اللي اللي بيحسسنا إن إحنا كلنا شعب واحد صحيح ويمكن كل المناسبات اللي بتيجي علينا كلنا بنحتفل وبيتأكد هذا المفهوم ويمكن مصار أو الاحتفال بمصار العائلة المقدسة خير دليل على ذلك يعني العائلة المقدسة شرفت أرض مصر بالمرور فيها في مناطق كثيرة جدا هو مصار متميز جدا لو اتكلمنا من أول دخولهم عن طريق سينة ومرورهم بالزأزيق أو يعني طل بسطة بالتحديد ثم وجودهم هنا في القاهرة جنوب القاهرة ثم بعد كده رحلتهم عبر بنسوف والمينيا بقى في محطات مهمة جدا دير السيدة العدرة في يعني في صاملوت في جبل الطير مرورا بدير المحرق في أسوط لدير درونكا يعني مصار هايل وده مصار اهتمام كل المصريين بال العالم كله حقيقة العائلة المقدسة يعني برضو هقول إن حاجة غير مسبوقة إن الدولة اهتمت بعائلة المقدسة في العصر الحالي والكنيسة عملت دراسة قوية جدا على مصار عائلة المقدسة اعتمدها الفاتيكان أو الكنيسة الكاثوليكية في العالم اللي تعدادها يعني فوق المليار ونص عشان كده يبقى فيه توفق بين الكنيسة القبطية المصرية العريقة الارثوزوكس تمام وبين الكنيسة الكاثوليكية طبعا عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية زي ما حالك بتقول يعني عدد كبيرة جدا فالبابا فرانسيس البابا الحالي بتاع كنيسة بابا روما يعني أقر إنه محطات عائلة المقدسة النهاردة يبقى لها نفس الزيارة لها كأنها حج زي اللي بيزور القدس زي اللي بيزور نهر الأردن فمحطات عائلة المقدسة والدراسة في مصر إحنا حددنا 25 محطة لحضرتك أنا ذكرت سريعا كده عدد منهم طبعا بس عدد صحيح لنا قلت طبعا طبعا زي ما بيقول لأستاذ خالد إحنا ابتدنا من العريش والفرمة وبعدين دخلنا على بحرية ودى النطرون وبعدين القاهرة فيها ست أماكن والحقيقة الجامعية إحنا من شهر عشر اللي فات كانت فرصة إن إحنا عملنا مؤتمر واحتفلية كبيرة فيه مدحف الطفل في مصر الجديدة اللي رابع لجمعية مصر الجديدة عن محطات العائلة المقدسة في القاهرة الكبرى ست محطات ستة وجمأ سادزة أفاضل وجالنا برضو الدكتور مصطفى جاد اللي هو كان بقى عميد معهد الفن الشعبية عميد معهد استمام أكاديمية الفنون وهو الحقيقة كان في اللجنة اللي عملت الملف اللي تقدم لليونسكو وتوافق عليه في أوائل هذا الشهر أربع سنين من الدراسة الجادة فيه محطات عائلة المقدسة الجزء بتاع تراث اللامات دي اللي هو الاحتفالات والحفلات وكل ده ويطلعوا يعني مثلا احتفال بتاع السيود ده بيشارك فيه تلاتة مليون ومن المصر ومن الأسيوبيا وعلى فكرة فيه مغلبية مسلمين عشان نأكد بس المعلومة بزرط سواء دير درونكا أو دير المحرق أو الاحتفال في دير العدرة في جبل الطير في صاملوت المينيا تمام مسيحيين ومسلمين ومصريين والسيوبيين احتفالية غير عادية زي ما احنا بنحتفل كعدتنا كمصريين يعني مثلا النهاردة وبكرة دليلة كبيرة للاحتفال بمولد السيدة نفيسة نفيسة العلم كريمة الضرين رضي الله عنها وارضوها هنلاقي جموع غفيرة زي ما حضاك قلت يا باش مهندس المصريين محبين للفرحة سواء في يعني الجانب المسيحي أو الجانب الإسلامي بنشوف احتفالاتنا الدينية ونتجمع وبيكونوا التوقف كلها موجودة دكتور مصطفى كان معنا وكان فيه معرض على هامش المؤتمر وكان فيه فرقة هنا وانشاد في نفس اللقاء ده وكان أحد القرارات انشاد مسيحي ولا انشاد ديني مسيحي ووطني الله يعني كان فيه أصحنا فيه بعض الفرق دلوقتي بتعمل حاجات حلوة جدا يعني الفنان المبدع الدكتور انتصار عبد الفتاح يعني عن طريق قبة الغوري بعمل فرقة سلام دي فيها الترانيم المسيحية مع التوشيح والابتهالات الدينية الإسلامية حاجة ميكس في غاية الروعة احنا كنا الحقيقة يعني تكملا لكلام حضرتك احنا يمكن من عشرين سنة بدينا ان احنا نعمل يعني فرق انشاد ديني وفرق مسيحية في نفس الاحتفالية هاي في الاحتفالية الاخيرة دي كان صحيح انشاد يعني مجموعة مسيحية من احد الكنيس يعني انما مسلا المستمعين سمعوا السلام الجمهوري باللغة الابطية السلام الجمهوري باللغة الابطية تاكورا 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 ناس كلها وقفت واللي كتب الكلام بتاعها كان الانبع ديمتريوس اللي هو اسقف الملوي ورئيس قسم اللغة الابطية بمعه الدرسات الابطية ملوي المينيا ملوي المينيا ايبا لازم متحيز لبلدي طب خلينا نكمل محرك في احنا بنحتفل النهاردة هو لقاء محبة خلينا نكمل محرك ولكن اسمح لنطلع لتقرير اعزائي المشاهدين ونوصل لقائنا الجميل ونحن نودع عام ونستقبل عام جديد عن العلاقة الوطيطة بين الاديان وخاصة المسيحية والاسلام والطراس الحضاري والفن المتبادل والمزيج بين الفن والطراس القبط والفن والطراس الاسلامي بعد هذا التقرير دولة مش هي الوحدة المسؤولة عن التراس الاسلامي التراس الاسلامي ده هو ارس لكل المصريين فلازم كل المصريين وكل الشعب على اختلاف الطوائف على اختلاف الديانات يحافظ على التراس الموجود يعني احنا لا نمش في القاهرة القديمة ونلاقي المباني اللي عد عليها مئات السنين دي بتحمل في كل ركن فيها ذكرى الوقائع وذكرى لاحداث حصلت كونت الوضع الحال اللي انا عايش فيه فالتراس مش منفصل عن العصر اللي انا عايش بالعكس ده جزء مني فانا لازم احافظ عليه ولازم اطوره وطبعا وزارة الاسر اي مضورها طبعا التراس بتاعنا هو دي البصمة بتاعتنا او هي دي اللغة بتاعتنا في الخارج فلحنا لما نقول مثلا التراس المصري القديم اللي هو الحضارة بتاعتنا هي التراس بتاعنا يعني وبالنسبة للتراس اللي احنا بنتكلم فيه او البصمة بتاعتنا او التاريخ بتاعنا التاريخ الحضاري التاريخ المصري القديم هو ده اللي بيعبر عن الشخصية المصرية برا ولازم لازم يعني احنا كلنا نتكاتف عشان نحافظ على التراس بتاعنا والتاريخ بتاعنا الحضارة الاسلامية والحضارة المصرية القديمة والحضارة القبطية كذلك لازم نحافظ عليها عشان نقدر ان احنا ندخل عمنا صعبة وندخل الاقتصاد بتاعنا او نرفع الاقتصاد معنا على صح بتاعنا من الحاجات دي او من الاصهار دي او من السياح اللي هما بيجوا علشان يشوفوا والعظمة بتاعة المصريين القدماء اللي احنا عملناها والحمد لله ان ربنا اكرمنا بحاجة زي كده بالنسبة المحافظة على التراث الاسلامي والتراث القبطي داخل جمهورية مصر العربية مصر طبعا بلد المبادئ والقيام شعبها شعب عريق يلتزم بالجميع المبادئ والقيام منذ الحضارة الفرعونية وجميع الاسس والاديان السماوية ملتقى في جمهورية مصر العربية وطبعا احنا شعب طبعا دايما جيد بالخير دايما محافظة على التراث الاسلامي والقبطي داخل جمهورية مصر العربية وطبعا للشعب مصري شعب عريق منذ حضرته من قدماء المصريين وطبعا البلد المبادئ والقيام والمحافظة على جميع التراثات داخل الجمهورية ده واجب علينا من منطلق مبادئنا وقيامنا والأسس الرفيع التي يقوم عليها هذا الشعب أهلا بحضرتكم مرة تانية عزيز المشاهدين وما زلنا نتحدث عن المحبة بين المصريين عن التراث والفن القبطي والإسلامي وإزاي فيه تمازج عن محبة المصريين لاحتفال بالأعياد ويمكن هاخد من تقرير وأسأل ضيفي الكريم اللي برحب به مرة تانية المهندس سامي متري رئيس جمعية محبي التراث القبطي مرحب بك مرة تانية باش مهندس هاخد من كلام الأخوة الأفاضل اللي في التقرير اللي احنا شوفنا دلوقتي ونتكلم على أهمية السياحة الدينية دلوقتي هي نوع من السياحة موجود ومصر غنية جدا بالأماكن السياحية سواء فرعونية بقى مصر فيها كل الأصور فرعوني روماني يوناني إبطي إسلامي فيها كل المظاهرات الجميلة همية تنمية الوعي بالسياحة الدينية الحقيقة نقطة في منتهى الأهمية لأنها فعلا ممكن تكون مصدر دخل كبير جدا كمثال في فرنسا كان فيه ظهور للعدرة من حوالي 100 سنة في منطقة اسمها لورد السنة اللي فاتت للأرقام الفرنسية ستة مليون يورو دخلوا زيارات بس للورد فممكن نتخيل ستة نهاردة في 25 150 مليون جنيه ممكن يخشوا من الزيارات دي بس إنما الحقيقة الرئيس فخامة الرئيس السيسي ادى بوعا تبقى أكبر من كده لما ادى الملف بتاع المحطات عائلة المقدسة دي بجانب وزراء السياحة والأثار إلى التنمية المحلية فبالتالي بقت عملية تنموية كبيرة جدا إن المناطق دي كلها يبدأ تتحسن بقى البنية التحتية بتاعيتها الطرق والأماكن الإقامة وما زلنا أنا ليه طموح كبير جدا إن الأماكن السياحية اللي في جمهورية مصر العربية ما يكونش سائح جايلها ترانزيت ويمشي لإنه ما فيش مكان إقامة ما فيش كافيتريا يقعد فيها ما فيش بازار يشتري منه حمامات يعني الطرق دي كلها أشياء تسهل لي إنه يحب المكان وبدل ما ييجي وزوره ساعة ويمشي لأ يقعد يوم أو يومين لإنه يبقى فيه حياة متكملة حوالين هذا المكان يقعد يوم ويومين ويجي تاني صحيح ومش بس كده لما بننمي المجتمع بقى نفسه هو المجتمع نفسه دي بقى يرحب لإنه هو مشارك مجتمع المحلي المجتمع المحلي بقى مشارك في هذه القضية فيحصل نوع من بجانب السياحة إلى التنمية المحلية وعشان كده تده يبقى فيه شغل جامد جدا والسنة دي احنا منتظرين هيبقى فيه تدفق كبير جدا هيقصر فعلا لدرجة نحن في الجمعية في آخر اجتماع المجلس الآن كان لسه الإسبوع اللي فات ده يعني خدنا قرار إنه السنة تلاتة وعشرين هتكون مخصصة لإهتمام الجمعية بمصارع المقدسة هي سواء بقى في الندوات مؤتمرات الأماكن اللي هنزورها كل النشطة الفنية وغيره بحيث إنه إنه فعلا يعني ده جزء من تصور الدولة ومن خطة الدولة إن احنا بنشارك إحنا كمان من ضمن حاجات إن احنا بنبرز الجانب ده في النواحي الفنية عندنا لجنة فنية بسميناها مبادرة المحب الفن القبطي بيطلعوا بقى لوحات هنخصصها بقى السنة دي لتركيز على المصارع العائلة المقدسة في المناطق بقى في صورة تقليدية كده العدرة والمسيح وجيين والأهرامات لا إنما إحنا عايزين بقى إيه عيوة في كل مكان بقى في طل بستة في صمالوت في القاهرة مش عارف إيه يعني إحنا عارف ليردرونكا المحرع جبل الطير يبقى الصور من الواقع من الواقع يعني عندنا مثلا دي يبقى فيه تنوى وهتشد طب إن نقول مع بعض كده يعني إنت حاجة بتوسير شغفنا وشغف المشاهد الكريم على إحنا أنا قلت أماكن كتيرة من المصارع العائلة المقدسة بس عاوزيني نذكر الست أماكن اللي في القاهرة أنا قلت المعادي تمام بعدين كنسة أبي سرجال هي جنب الكنسة المعلقة تمام في مسترد مسترد في شغلة العدرة في المطارية في المطارية كامل دولة أربعة اللي اتنين اللي بقى يم فيه في العدرة في الزتون أيوة وبعدين عندنا حارة زويلة دي كانت مقر برضو بطرياركية فترة من الفترات يعني دول ست مصارات في الداخل القاهرة نفسها محطات داخل القاهرة كبرى تمام بالإضافة للمصارات بقى اللي وصلت اللي بقى فيه وصلت بعد دير درونكا ولا فيه كات آخر حاجة دير درونكا آخر حاجة للمحرق آه البقى سيوت يعني المحرق بعدين دير درونكا آه بعدين رجل عشان المحرق في القصية طبعا المحرق قعدوا فيها حوالي ست شهور تعتبر أطول فترة إقامة آه قعدوا ست شهور ولذلك دي كنيسة الوحيدة في العالم العالم التي لم تدشنها الكنيسة يعني البطرق لما جي يدشن عندنا طقس كده في الكنيسة عشان نصلي في حتة الكنيسة بيقى لما جي يدشنها ظهرت له رؤية المسيح ظهر له قال له أنا دشنتها بنفسي المسيح كان كان قاعد هنا ما سنقول للأستاذ المشاهدين أن دير المحرق اللي هو أطول فترة عادة فيها العائلة مقدسة في مصر هو في مركز القصية بمحافظة أسيوت تمام بعد كده كان فيه محطة أخرى دير درونكا ده في مركز أسيوت يعني بعد المحرق هو اسمه المحرق إنما هو دير العدرة تمام عند عامة الناس كمان في ناس كتار زاروا بيزوروا أديرة ودي النطرون فبرضو ده كانت جزء من المنصارع المقدسة الأربع أديرة اللي في منطقة ودي النطرون طب قولي بشوندس بقى جمعية محبي التراث القبطي بتعمل إيه أنشطة عشان تواعي الشباب والأجيال الجديدة سواء مسلمين أو مسيحيين بأهمية الاهتمام بالتراث الحضاري المصري يعني بتكلم بقى بشكل عام بقى فرعوني إبطي إسلامي بتعملوا إيه أنشطة عشان تجذبوا الشباب والأجيال الجديدة ليكم ومش لكم كجمعية يعني لتعرفهم بتراثهم سواء المادي أو اللا مادي هو الحقيقة يعني من ضمن الحاجات الجميلة اللي اكتشفناها وإحنا نشتغل مع بعض إنه عدد كبير جدا من المسلمين والمسيحيين حبوا إنهم يشتركوا في الجمعية لأنهم حسوا بالهوية بتاعتهم فإحنا عندنا يعني غير المسيحيين في كل مستويات الجمعية عشان ساعات بالنسبة في ذكر قبطي دي يعني مسيحي قبطي يعني مصري قبطي يعني مصري بنصحح المفاهيم قبطي يعني مصري كان معانا مرة دكتور مصطفى في إحدى ندواتنا في مؤسسة الأهرام وقال حضرتك قبطي مسيحي وأنا قبطي مسلم صحيح على فكرة الدكتورة بتاع الدكتور مصطفى في إيه يعني عن الديانة المسيحية أو يعني حاجة خاصة بالدراسات القبطية أو دور الكنيسة دور الكنيسة المصرية دور السياسي اللقابات وكان عاملها في الكنيسرة صحيح فهي الفكرة أنه حسنا أنه لما بتقابلنا مع بعض وليقينا روح المحبة الجميلة اللي بين أعضاء الجمعية دي في حد ذاتها بتبقى إشعاع لكل الناس بحيث أنه مبنيجي نعمل أي نشاط هما بيشوفوا فينا قد إيه إحنا بنتعامل مع بعض بروح محبة بروح تعاون صحيح وثقافة التطوع أو العمل التطوعي اللي موجودة دي بتشجع الشباب أنه يحسوا أنه إحنا إحنا مش كلام أكاديمي لأ إحنا عايشين مع بعض وبنمارس روح المحبة صحيح وبنمارس إزاي نتعرف على هويتنا وعلى أصلنا وعلى الحاجات الكتير اللي في شعبنا إحنا ليه أن نستورد أفكار من من رعاة البقر إحنا عندنا الحضارة بتاعتنا تشاعل العالم كله والناس تشوفها في علاقات الجميلة اللي بيننا وبين بعض أكتر ما تشوفها بالكلام الحضارة المصرية حضارة عريقة تمتزك فيها كافة الأديان والأطياف هي حضارة ثارية جدا ويجب أن يعي كل الأجيال القادمة والأجيال الحالية عظمة مصر وخصوصية وتفرد الشخصية المصرية أنا سعدت بلقاء جدا بش مهندس سامي مهندس سامي متر رئيس جمعية محبي التراث القبطي وإن شاء الله يعني يكون كل لقاءتنا مغلفة بالحب والمحبة ونحن نختتم عام ونستقبل عام شرفتيني ونورتيني وأنا أكرر شكري للقناة الثانية والبرنامج هنا مصفيرو والحقيقة اللقاء ممتع ونرجو أن يكون فعلا يعني حاز على عجاب المشاهدين صحيح أنا سعد بهذا اللقاء وهي رسالة حب ومحبة من كل المصريين دايما وإحنا بنستقبل عام ميلادي جديد بنتذكر بكل الحب كمسلمين ومسيحين وكمسلمين كمان ستنا السيدة العذراء اللي عليها السلام وسيدنا السيد المسيح عليه السلام كلهم في قلوبنا كمصريين ولازم نتذكرهم بكل الحب وده دينا الإسلامي الحنيف الوسطي دعانا لكده وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعانا لحب إخواتنا المسيحيين وقال إذا فتحتوا مصر من بعدي فاتخذوا منها جندا كثيفا فهم في خير أجناد الأرض كان يقصد بذلك اللحمة المصرية الوطنية مسيحيين ومسلمين نحن في وقام دائم بإذن الله بختم مع حضراتكم ختامي المعهود بعد تقديم كل التهنئة لكل المصريين عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة والله الموفق والمستعان ما تخافوش أبدا على مصر لأن مصر فيها رجالة تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر